أين هو الدستور؟ السؤال الذي يفرض نفسه بقوة على الساحة السياسية تزمناً مع لفظ الشهر الموعود أنفسه الآخرة خصوصاً وأن الرمق الأول من شهر أفريل سرد رواية عن تعديل وشكل الدستور كان نتاجه حراك كبير بين الفعاليات السياسية المؤيدة للمشروع وأخرى رفضت الخوض في تفاصيله فبدأ التضارب في التصريحات تأكيدات من هنا نفي من هناك وتراجع مفاجئ عن تصريحات سابقة فبعد أن أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمر سعداني أن التعديل سيكون خلال شهر أفريل الجاري وكذا رسائل الرجل الثالث في الدولة محمد العرب والدخلفة التي أكد من خلالها أنه قد تلقى مسودة تعديل الدستور والمسألة باتت قاب قوسين أو أدنى من التجسيد غرد مراد مدلسي بصفته رئيساً للمجلس الدستوري الفاعل في هكذا قضايا خارج السرب مباغتاً الطبقة السياسية بأقواله التي كشف من خلالها أنه لم يتلقى أي نسخة من مسودة تعديل الدستور مضيفاً أن الرئيس بوتفليق وحده من يملك السلطة في القضية وعندما شئاته تحسم الأمور بدون انتظار ليحذو حذوه عمر سعداني الذي تراجع بسرعة عن تصريحته الأولى معلناً أن لا أحد اطلع على الوثقة المعدلة للدستور الوزير الأول عبد الملك سلال زاد من الأمر غمضاً عندما تكلم بلسان النائب حسن عريبي قائلاً أن التعديل وشيك والحكومة بصدد عرض مشروع الدستور على البرلمان خلال الأيام المقبلة لتتواصل الرواية الغامضة أياماً بعد ذلك على لسان رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمر غول الذي عزف على أوتار أسمعت الطبقة السياسية أن التعديل غير وشيك وأبواب المشاركة في سن وقائعه لازلت مفتوحة لجميع الفاعلين في سياسة الوطن وأن من أرد ذلك فليتقدم فالباب ما زال مفتوحاً التصريحات المتضاربة تهى من خلالها عدد من الأحزاب السياسية في الغموض الذي ساد هذا المشروع ما دفعهم لاعتبار أن ما عرض على البرلمان بغرفته لا يعد أن يكون مجرد مسودة طرحت لجس النبض فالشهر الذي كان يصف بالحاسم انتهى والمشهد السياسي لم يتغير فيه شيء